طيب أحمد عايز أخدك في جزء مهم جدا عرفنا أنه الزمالك مهتم جدا بأحمد بالحاج لعب المغرب لعب فريق أسوان لعب لعب أسبانيا كتير يعني وأحمل لعيبة المهمة جدا في الدوري المصري الموسم هل الزمالك فعلا خد خطوات جدية في هذا الأمر؟ طيب يعني كويس أنت سألتني عليه لأن أنا برضو عايز أوضح حاجات لأنه برضو من شوية انتشر خبر أن الزمالك من شوية قاعد مع أو في الوقت الحالي قاعد مع ممثلين أحمد بالحاج عشان يخلصوا الصفقة طيب مين هم ممثلين أحمد بالحاج؟ أحمد بالحاج وكيله هولندي عراقي تمام؟ واحد ده الوكيل بتاعه الوسيط بقى في صفقة أو في انتقال أو قدوم أحمد بالحاج لمصر من؟ عبد الرحمن اسماعيل وكيل أفشة طيب هل الزمالك اجتمع بالوكيل الهولندي العراقي؟ ده لا هل الزمالك اجتمع بعبد الرحمن اسماعيل وكيل أفشة؟ ما حصلش هل الزمالك بقى السؤال الكامان الأهم هل الزمالك بعط عرض رسم الأسوان لا ولكن اللعب مرشح بقوة وفقاً للكلام التليفونات اللي دايرة مبين الوكلة مبين إدارتين الناديين طب بالحجة فالكصة بتاعت بالحجة ديت تتحسم إمتى هتتحسم خلال اليومين الجايين دول حال وصول عرض رسمي طيب نادي أسوان نادي أسوان عايزي نادي أسوان زي ما أنت كنت قلت في الإنترو حوالي 20 مليون جنيه لكن توصل لكام توصل لنص المبلغ ده ل 12 مليون هتوصل لرقم كده لو الزمالك استقر أن هو خلاص أحمد بالحج الأجنب الخامس في صفوف الفريق طب قال أحمد بالحج بديل لعبدالله السعيد يعني أحمد بالحج بديل لفشل عبدالله السعيد لصفحة عبدالله السعيد ولا الاتنين ممكن يجو الاتنين ممكن يجو بس الأولوية عند الزمالك عبدالله السعيد لأن أحمد بالحج أنا يعني معلش هي بطيخة يتطلع حمرة يتطلع مش حمرة في الآخر لكن عبدالله السعيد أنا أجيب أولا صفقة جماهيرية أولا لعيب أنا عارف إنه هو كده كده هيقدر أنه هو يتحكم في رتم لعب الزمالك مشكلة الزمالك دلوقتي يا كريم أنه ما عندهش اللعيب اللي بيقدر يلعبوا عشان كده هم عايزين عبدالله السعيد لكن أحمد بالحج أنا مش عارف هل هينجح، مش هينجح لكن عبدالله السعيد أنا خلاص ده لعيب أنا عارف إنه هو هيفرق معي هجوميا وهيهدي الدنيا كمان علي لأن يعني في حلم الغضب الجماهيري أكيد على موضوع الصفقة قبل ما سيبك أروح لرامي في حاجة مهمة صفقة ناصر منسي كانت مفاجأة مش مفاجأة أنه ناصر منسي الزمالك من الصيف عايزه بس مفاجأة أنه فجأة الزمالك أعلى عن ناصر منسي يعني فجأة في يوم وليلا يعني بس هي مش مفاجأة أوي ليه أنا كنت معك هنا من حوالي ثلاثة أسابيع قلت لك جزئين أول حاجة قلت لك أن الزمالك حاطت ناصر منسي كمهاجم محلي مع مهاجم أجنبي عايز يجيبه كانت الفكرة أن أنا جيب اتنين العيبة أو وينج أفريكي ويبقى ناصر هو المهاجم فكان ناصر من أول يناير أو من شهر 12 كمان الزمالك بيتواصل مع إدارة نادي البنك الأهلي أن هم يجيبوا ناصر منسي فناصر ما كانش مفاجأة وقتها كان الزمالك لما كنا في الحلقة هنا كان الكلام كله على إيبوكا قلت لك برضو بالنص أن إيبوكا مش رقم واحد في حسابات نادي الزمالك وقلت لك أن إيبوكا خيار فهو الخيار الأول لتدعيم صفوف الزمالك كمهاجم محلي كان ناصر منسي الزمالك شاف أن أنا هروح أدفع حوالي 50 مليون جني أو 60 مليون جني عشان أتعاقد بقى إيبوكا وبرضو كان فيه تحفظات فنية لأن الزمالك تعرض عليهم إيبوكا من الصيف ورفضوه فكان فيه تحفظات فنية على صفقة إيبوكا لكن ناصر منسي الزمالك خلص الصفقة بحوالي أقل من 20 مليون جنيه أو 20 مليون جنيه يعني بقصة كده فأنت فتكلم بحوالي 20 مليون جنيه أنا جايبه بتلت قيمة انتقال إيبوكا أو ضم إيبوكا ومش هياخد عندي مكان أجنبي هيديني فرصة أن أنا لا عايز أجيب أجنبي هأجيب أجنبي وراتب ناصر منسي هيقلم الراتب اللي كان تم الاتفاق عليه فإيبوكا فما فيش مفاجأة في قصة ناصر لأنه هو قصة ناصر من أول يوم الجهاز الفني كان حطته المهاجم المصر اللي إحنا عايزينه هو كان ناصر منسي فمش صفقة مفاجأة بالنسبة للزمالك لا هي صفقة الزمالك كان شغال عليها من بداية يناير لكن كان عارف أنه ما فيش منافسين وعارف أنه فيه اتفاق مع نادي البنك الأهلي وعارف أن رغبة اللعب كمان هي نادي الزمالك فعشان كده الزمالك كان ماشي على مهله شغال صفقة ناصر منسي